بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري قبل فترة لا تتجاوز الشهر أرسل إلينا أحد الأخوة فقال بأني كتبت خمسين رسالة لصاحب الزمان سلام الله عليه وأنا أقدم من المحافظة الفلانية إلى كربلاء ودائما وأبدا أضع هذه الرسالة وهي رقعة الإمام المهدي عليه السلام أضعها في مقامه الشريف في مقام المهدي عليه السلام في كربلاء وإلى الآن لم أجد إجابة ولا في عالم الرؤية في قضية قضاء حاجة أبدا خمسين رسالة كتبت ولم أرى أثر الإجابة فصراحة أخذنا له استخارة فتبين بأن الأمر لديه ذنب معين عليه أن يتركه وبحمد الله عز وجل وإذا به اليوم يخبرنا وأرسل إلينا برسالة وقال بعد إن بينت لي من خلال الاستخارة الذنب الذي أنا عليه فقمت بمجاهدة نفسي وتركت هذا الذنب قدر الإمكان وبعد ذلك لا بدأت أحاسب نفسي يوميا فوجدت أني كثير لدي من الذنوب يعني صغيرة وكبيرة وإزعاجات للأهالي للأصدقاء إلى غير ذلك وصراحة أنا أخبرته بالأمر صاحب الزمان عليه السلام من المستحيل ليس من أخلاقه ليس من سيرته أن يرسل إليه أحد رسالة فلا يجيب عليها هذه ليس من أخلاق صاحب الزمان عليه السلام ولذلك هذا يدل على أن صاحب الزمان عليه السلام يريد أن يذكرنا برسالته للشيخ المفيد عندما قال له مضمون الكلام بأنه لولا ما يفعله أشياعنا من الأمور التي نكرهها أي الزنوب لتشرفوا بلقائنا يصل إلينا منهم من أشياعنا ما نكره لذلك لا يتشرفون بلقائنا أي بمعنى هذه الزنوب عليهم أن يتركوها ثم بعد ذلك فليكتبوا أي رسالة وسوف يجدون الإجابة على كل حال فهذا الأخ العزيز يقول هذه المرة لا أنا أسبوع كامل أحاسب نفسي على الصغيرة والكبيرة وكتبت الرسالة وجئت إلى كربلاء ووضعتها في مقام المهدي عليه السلام وسبحان الله في نفس الليلة قضية الحاجة التي كنت أنتظرها من سنة كاملة يعني أيها الأخوة الأعزاء دائما وأبدا علينا أن لا نتهم رقع صاحب الزمان سلام الله عليه أو نتهم بأن صاحب الزمان لا يرد علينا هذا مستحيل هذا فيه نوع من عدم الأدب مع صاحب الزمان لماذا؟ لأنك سوف تتجاوز على مقام صاحب الزمان وتقول بأني أرسلت إليك رسالة أي بمعنى سلمت عليك ولم تسلم عليك هل هذه من أخلاق صاحب الزمان عليه السلام؟ أنا سألتك سؤالا ولم ترد علي هل هذا من أخلاق صاحب الزمان نحن الناس العاديين إذا سلمت على أحد تجد من المعيب جدا ألا تسلم عليه وفلان إذا سألك سؤال تجد من المعيب ألا ترد عليه وبأي صورة الرد كان بأي صورة والسلام أيا كان شكله ولكن تستحب ألا ترد فهل معقولة تكون أخلاقنا أفضل من أخلاق صاحب الزمان عليه السلام ولكن صاحب الزمان أشار كثيرا بأنه يصل إلي منكم ما أكره لذلك لا تتشرفون بلقائنا فعليكم أن تتركوا هذا الأمر وسوف تتشرفون بدعائنا بلقائنا سواء في عالم الرؤية سواء في اليقظة كما يقول صاحب كتاب مكيال المكارم آية الله الأصفهاني قدست روحه الزكية وهذا ما فعله الشاب فنسأل الله سبحانه وتعالى أخذ هذه الطريقة المجربة جدا صراحة وفيها قضاء الحاجات برنامج صباحات أولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام أما الأخوة والأخوات الذين يسألون دوما عن أرقام قناتنا الخاصة لتفسير الرؤى والأحلام فهي يعني رقمان لا ثالثة لهما يعني صراحة بعض الأخوة يقولون بأننا نتصل على فلان واتصلنا بفلان وصراحة لا شأن لي بهم أبدا ويقولون بأنه قد أجابنا بكذا وقال لنا كذا وأنه يدعي بأنه أنتنا لا شأن لي يعني قلنا مرارا وتكرارا لا شأن لنا بغير هذين الرقمين فقط هذين الرقمين لا غيرهما 077-666-73 هذا رقم الآسيا ورقم الأثير 077-671-255 طبعا هذه الأرقام فقط للرسائل الصوتية والكتابية وليس للاتصال وهي خدمة واتساب وكذلك أنوه دائما وأبدا لجميع أهل الحسابات من الأخوة والأخوات الذين يدعون التدين يدعون التقوى بأن لا يأخذوا أي شيء من قناتنا سواء كان قديما أو حديثا لأنهم مع الأسف وجدناهم يعني يأخذونها لمآرب شيطانية مع الأسف برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام حياكم الله